أطلقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أربعة صواريخ أرض أرض باليستية قصيرة المدى في البحر الشرقي ضمن تدريبات مشتركة وذكرت هيئة الأركان الكوريا الجنوبية أن كل من الجيشين الكوري الجنوبي والأمريكي أطلق ساروخين من طراز أتاكاماس على أهداف وهمية في بحر الشرق المعروف باسم بحر اليابان مضيفة أن هذه التدريبات أظهرت القدرة والاستعداد للقضاء على مصدر الاستفزاز مع الحفاظ على وضعية مراقبة متواصلة ولفت الجيش الكوري الجنوبي إلى أن صاروخا سقط بعد وقت قصير من إطلاقه وتحطم داخل القاعدة العسكرية دون أن يتسبب في وقوع إصابات فيما يبحث أو يتم البحث عن السبب بالدقيق للحادث ترجمة نانسي قنقه ترجمة نانسي قنقه اشتركوا في القناة